سورة الكهف مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنسل على عبده الكتاب ولم يجعل له عمجا ويمن لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا حفنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آسالهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آسانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وازدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها من دونه إلها لقد قلنا إذا شكفا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن اخترى على الله كذبا وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فقوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقعزهم ذات الشمال ذات الشمال فهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يظلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونغلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بافت زراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعث يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينذر أيها أذكى أيها أذكى طعاما فليدتكم برزق منه وليتل والتف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يغهروا عليكم يعجبوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا إذا أبدا وكذلك أعصانا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم من مسجدا سيقولون سلاسة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا زاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب أن يهديني ربي لأقرب من هذا وشدا ولبسوا في كهفهم ثلاث مئة فنهين وازتادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع حالهم من دونه من ولش ولا يشرق في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليغفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صادقها وهي يستغيف ويغاث بماء كلمه ليشمي الوجوه بإبس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نذيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهبهم ويلبسون ويلبسون ثيابا خسرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائه نعم السباب وحسنة مرتفقا واغرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل واجعلنا بينهما ذرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمرا فقال لصاحبه وهو يحابره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو صالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحابره أكفعت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك عجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن درني أنا أقل منك مالا وولدا فاعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء حسبانا من السماء فتصبح فعيدا صلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحير بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خابية وهي خابية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير سوابا وخير عقبا واغرب لهم مسل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاقتلت به نبات الأرض فخاتوت به نبات الأرض فأصبح شيما تغروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والمنون سينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك سبابا وخير أملا ويوما سير الجبال وتر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا فوزع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغالر فغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاذرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم ويشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتقذ المثلين عزدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم فاجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واكعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مسل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباتل ليدحذوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنزلوا ذواء ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم بقوا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمذي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسي حوتهما مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر ثربا فلما جاوذا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لخينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وتخذ سبيله في البحر وتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آسالهما خصصا فبجدا عبدا من عبادنا وما آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت أشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعسي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذ أركبا في السفينة خلقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري حسرا فانطلقا حتى إذا نقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغيذ نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أكل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تفاحبني قال بلغت من لدني عزرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جزار يريد أن ينقذ أن ينقذ فأقامه قال لو شحت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأعتذت فأردت أن أعيبها وكان براءهم ملك يأخذ كل سفينة قصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وكان تحته كنف لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنفهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأبين ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآديناه من كل شيء فأتبع فببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا سلقرنين إما أن تعذب وإما أن تتقذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن فعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحتنا بما لديه خضرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السبتين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفردون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ستدا قال ما مفكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني ذبع الحديد حتى إذا سوا بين السبتين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني وفرع عليه قطرا فما استطاعوا أن يغهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان بعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتقفوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبيكم بالأفسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بلقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة والنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آذنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا قل لو كان البحر هدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يوجه لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا شكرا شكرا شكرا